الجزائر تفتك العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الجزائر في جريدة أخرى الجزائر تفتك عضوية مجلس الأمن حققت نجاحاً دبلوماسياً جديداً انتصار كبير في جريدة أخرى انتصار كبير للديبلوماسية الجزائرية بلادنا تنتخب عضو في مجلس الأمن للفترة 2024-2025 في واحدة أخرى من جرائد الريع ليأكلوا في بطونهم ناراً ليأكلوا في أموال الشعب لكي يقدسوا نظام أو فوضى أو عصابات يعرفونهم أول من يعرف أنهم مجرمين ولصوص ورديئين وفاشلين في جريدة أخرى انتخاب الجزائر العضوية غير دائمة بمجلس الأمن يعكس التقدير والاحترام الذي يحضر به الرئيس تبون بالمجتمع الدولي وفي جريدة أخرى الجزائر تنتعقب عضواً غير دائم بالمجلس تأكيداً على عودة الجزائر للساحة الدولية تبون الذي يحضر بالبيض كما حضر به من عند الأحرار في إيطاليا وفي البرتغال وحاضية أيضاً بشعارات في وجهه لما ذهب إلى برلين في بداية تنصيبه على هذه البلاد من طرف دبابة القايد صالح هذا لا يحضر بأي احترام تبون لا يحضر بأي احترام إذا كان لا يحضر بأي احترام من طرف شعبه إذا كانت الناس تلعنوا ليلة نهار في السر والعلم مع الأسوحدها ومع بعضهم واللي يشوف تليفزيون ويشوف صورته ويلعنوا لعن كبير إذا كانت الناس أيام الحراك رفعت وكانت رفعت شعارات الغبرة والكوكايين وكانوا يمثلوا بتلك الشعارات ويقولوا ما انتخبنا مع النارائس وتبون الكوكايين وإيش من احترام؟ أي احترام إذا لم يحترمك شعبك كيفاش يحترموك الآخرين؟ الآخرين لا يحترموناك الآخرين ينهبون البلاد يأخذونا البيت تاحهم الشكارة تاحهم باش يسكتوا على هذه العصابات أكثر من ذلك كتبة ما يسمى برئاسة جمهورية في واحدة من الفضايح الأخرى انتاحهم كتبة رسالة رئاسة جمهورية تكتب رسالة باش تشكر عبد المجيد تبون وراي رسالة هاي هنا بيان رئاسة جمهورية تقدير لدورها المحوري في منطقتها تم انتخاب الجزائر اليوم في الجولة الأولى وبالأغلبية الساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمر التابع للأمم المتحدة لمدة سنتين بداية من 1 جنوبي 2014 وذلك على إطر تصويت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة إن هذا الانتخاب الذي يمثل مكسبا ثمينا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين تخيل وعنك تكتب رسالة المساعدين لتاك يكتبوا رسالة يشكروا فيك ويمدحوا فيك رسالة من رئاس الجمهورية تمدح رئيس الجمهورية في فضايح أخرى يعني لا تقوم بإلا معاذ العصابة لو كان كتبتها منيش عارفنا يا صحيفة كان كتبتها إدارة من وزارة الخارجية مثلا على سبيل المثال ممكن الناس يقول لك أوكي بروباغاندا متعودين عليها لكن الأذناب انتع تبون اللي معاه في رئاس الجمهورية يكتبوا رسالة يمدحوا فيها تبون وعلى أساس أن العالم واعتراف العالم بالأمن والسلم ومشاركة تبون وش من أمن وسلم؟ أي أمن وسلم؟ والله يشارك تبون هذا أين يشارك؟ أين؟ يخي شفنا ابن سلمان أهان وإهانة كبيرة لدرجة أنه اضطر أنه ما رحش ما يسمى بالقمة العربية في سعودية حتى بشار اللي كان تبون والعصابة كلها تزري باش ترجعوا للجامعة العبرية اللي يسموها العربية أهانهم يعني واتصل بهم بعد ربع أيام والله من عودتوا للجامعة العبرية هذه أين هذا السلم والأمن؟ أنتوا ساندوا بشار اللي اذبح شعبه وكسر سوريا ودمرها هذا سلم وأمن أن تساندوا قيس سعيد الذي يعبث بتونس وتعطيله أموال الشعب الجزائري المجوعة والمفقر لمعلن أكثر 450 مليون دولار إضافة إلى ما قاله مرة مسؤول أمريكي قال بأن الجزائر تدفع رواتب الموظفين تونسيين ناهيك على 12 ألف طن من السكر إلى آخره شعب تونسي وشعب تونسي شعب واحد لكن هذه الأموال لا تذهب إلى الشعب التونسي تذهب إلى قيس سعيد والعابثين بتونس معه هنا أي 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 دور أي دور لتبون إذا كانت حدود الجزائر يا إما مغلقة يا إما مشتعلة يا إما مضطربة أي دور يا إخي الكوكاين تاعة 300 كيلو جرام هذه اللي جاءت الإسبانيون هما اللي يخبرون به حتى حدودنا مش قادرين نحرصها أي دور مثل ما خبرونا ب700 كيلو جرام قبل 4 سنين أي دور أعطونا شيء واحد كونه يبيع الغاز بسعر تراب بسعر منخفض للطيليان هذا دور هذا نهب لأموال الشعب الجزائري هذا مش دور كونه يتبرع بمليار دولار للمستبدين في إفريقيا هذا دور هذا نهب لأموال الشعب الجزائري يعطى لمن لا يملك يعطى لمن لا يستحق أي دور إسبانيا اللي كان يقدسها وليسلمتهم إبراهيم الإعلامي ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله صفعت العصابة ورحت مشات مع المغرب في الاعتراف بالإطروحة المغربية حول قضية الصحراء أي دور السيسي ما جاش لما يسمى بمؤتمر الجامع اللي تم في أول نوفمبر تدنيسا لهذا التاريخ في الجزائر إلا بعد ما عطيته 500 مليون دولار قالكم ما نجيش أغلبية الحكام من الطغاة الآخرين ما جاوش جاو ثلاثة أو ربعة كل واحد عنده حساباته أي دور ما هذا الاستهبال والله يذكرني هذا في ليبيا متاع تسعينات كما تعرفون وقد ذكرت أكثر من المرة ذلك أنا أعينت في السفارة الجزائرية بليبيا في بداية نوفمبر 1991 أول نوفمبر 1991 وأصلت هناك يوم ستة في الفترة اللي وصلت كانوا الغرب قرروا باش يديروا حسار على القذافي لأنه أسقطت طائرتين مدنيتين طائرة فوق نيجر طائرة فرنسية مات فيها حوالي قريب ميتين أو مسافر مساكن في الطائرة فجروا لهم الطائرة فيها جعل جنسيات كل جنسيات وطائرة لوكوربي اللي مات فيها قريب ثلثمائة مسافر من جنسيات مختلفة أيضا وهي طائرة أمريكية وسقطت فوق قرية إنجليزية تسمى أو سكوتلندية تسمى لوكوربي داروا له حسار بما فيها الحسار الجوي ولذلك أنا وصلت بالطائرة إلى طرابلس استخدمتها مرة واحدة الطائرة بعدين نقيت حتى نقود 95 طائرة ما كانش في ليبيا ونسافروا من تونس والغالب وأحيانا من مالطا إلى آخره فلما وصلت هناك كان القذافي يتكلم واحد الكلام وأنا شاب يعني في ذاك الوقت 28 سنة فنسمع في خطابات والمصيبة أني في البداية كلفت أنا لأنني بعدين كلفت بالشؤون الثنائية أيضا فأنا معنا مسؤولة على ملف ما يقوله القذافي فنسمع خطاباته يتحدث عن ليبيا لها علاقة لها بالواقع طبعا نسكن في طرابلس ونسي نروح للخدمة نجي نقضي نمشي نعرف طرابلس والتي نعرف هم ليه يعني بعد أشهر مدينة مدمرة قادرة معنا ناسها طيبين وسكانها ناس ملاح وهي من أجمل المدن اللي واقعها على البحر المتوسط لكن تم تدميرها يعني مثل ما راي مدمرة اليوم أغلبية المدن الجزائري يحدثهم على أنكم نحن قوة عظمى إلى درجة أنه بعد ما ضربوه في أفريل الـ 86 كانت ليبيا تسمى الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية الليبية زاد لها من بعد العظمة في استهبال واستحمار للشعب الليبي قال لهم لأننا هزمنا أمريكا هي كل ما حدث هو أن الطائرات الأمريكية قصفت طرابلس وقتل العشرات من الليبيين بما فيهم بنت كان يربيها القذافي هكذا قال وذربت قصور القذافي المتعددة داخل طرابلس بعدين أعلن بأنه انتصر على الولايات المتحدة في واحدة من العبث بالعقل الإنساني وتجد الليجان ثورية تحدثوا ليبيا العظمة كمرة مرة واحد يتحدث معك ما يعرفوني ما يعرفوني دبلوماسي يتوقفوا لأنه عندي الحصانة دبلوماسية لكن لما ما يعرفوك تكون تقضي ولا تكون يجيك يعني هكذا بنوع من يقول لك نحن أنت جزائري نحن أقوى بلد في العالم نحن هزمنا أمريكا بعض التعليجان ثورية تابعوا يستهب إلا استحمار لله طبعا ما كنتش تجعلها تفوت وبالين يعرفوني دبلوماسي ما يتقدموش في الهذرة لكن كانوا يضربون الناس ويعتدوا عن الناس ويعتدوا عن الليبيين فراني نشوف يتربون هذا نسخة مزيفة من القذافي أو القذافي على الأقل قام بانقلاب نحن ضد الانقلابات لكن قام بانقلاب دار مخاطرة في 69 وطاح بالملك بريس رحمه الله والملك دريس كان رجلا طيبا ومن أصول جزائرية من مصر غانم ولما رأوه الليبيين رجل طيب كان جده يعني كان رايح للحج فوضعوه أميرا عليهم وبعدين أصبحت ليبيا ملكية إلى آخر قصة طويلة فعلى الأقل القذافي قام بانقلاب خاطر بحياته وكان ما نجحش لانقلاب يعدموه يعني تبون جابوا القايد صالح ولو كان ما جابوش القايد صالح ولو كان بوعز واسيني نجح وحط ميهوبي لو كان راح بدل بدوي اللي راح في السجن اليوم كان راح تبون وأولاده زوجته الجميع وكان راح بدل ما يكون بوعز واسيني اللي حكمو عليه داره جندي حكمو عليه 16 سنة جدوها أمس أو أول أمس لو كان راح شنغريحة هناك وهكذا كورة توفيق ما زال في السجن إلى آخره عصابة مدخلة عصابة للسجن أي اي انتصار هو الهضرة ما عش يهدر لما يتكلم مع هذا الصحفي اللي جاه باش يسير جوا من الجزيرة يقول له نحن سمع وطع اللي أمم المتحدة سمع وطع لم أسمحها من أي حاكم من قبل سمع وطع لله ما يكونوا هاش أي اي انتصار طيب خلينا نرجع لهذا تعال أمم المتحدة ومجلس الأمن إلى آخره لمن لا يعرف وباختصار شديد مجلس الأمن هذا يتشكل من 15 عضو خمسة هما الأصل اللي يسموا عندهم الفيتو عندهم حق النقد بمعنى أي قرار لو كان ما يوفقش عليه من هذا الخمسة واحد من هذا الخمسة ما يمشيش الخمسة هذون هما الولايات المتحدة الصين روسيا بريطانيا وفرنسا كين عشر آخرين كل سنة كل سنة ينتخبوا خمسة لمدة سنتين كين مئتين دولة في الأمم المتحدة شوية أكثر من مئتين نحملهم هذه الخمسة اللي هما عندهم أعضاء دائمون ما يتغيروش منذ الحرب العالمية الثانية منذ 45 منذ تأسيس الأمم المتحدة تبقى تبقى ال199 أو 198 دولة الأخرى الدور عليها روتين كل 15-20 سنة صح لدولة أن تكون عضو في المجلس 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 الأمن لمدة سنتين عضو غير دائم ديكور يعني العشر هذون ديكور لأن أي واحد من الخمسة إذا در حق الفيت وما يفوت حشي أي أنهم دينينهم ديكور مسكتين بهم هكذا بعض الأقوام وهذه واحدة من الكوارث الأمم المتحدة أن هناك خمسة هم الأرباب والبقية أتباع أذنانيا فالجزائر جاء دورها بعد حوالي عشرين سنة الآن جاء دورها باش تاخذ سنتين عن إفريقيا إفريقيا عندها ثلاث أعضاء في كل سنتين عندها ثلاث أعضاء أو في كل سنة في كل سنة عندها ثلاث أعضاء وكل عضو لا عفوا في كل سنتين عندها ثلاث أعضاء وكل عضو يبقى سنتين آسيا عندها ثلاث أعضاء بما فيهم الصين اللي عندها حق الفيتو أوروبا الغربية عندها خمس أعضاء بما فيهم فرنسا وبريطانيا اللي عندهم حق الفيتو أمريكا عندها أمريكا الأمريكيتين عندها عضوين ونظن باقي دول العالم عندهم عضوين 15 قريبا يعني هكذا إلا ما أغلطش في رقم الأرقام لكن اللي هم منها أكثر هو إفريقيا فالجزائر صح لها مثل إفريقيا مثل غانيا غينيا بيساو أو مثل أصغر بلد في إفريقيا كل 20 سنة يدور عليه يأتي دور تاو دور روتيني يأتي دور تاو كما تتعاقب مثلا الأشهر كل 12 شهار يأتي جون كل 12 شهار يأتي جون يدور العام فهذه عضوية مجلس الأمن فهذا جاء دور الجزائر العام والدليل أن معها سيرة لانكا ومعها واحد البلدان اللي دخلوه ربما الناس ما يسمعوش به فمثل هذوك البلدان اللي ما تسمعوش بهم كلهم اللي مرات ما يساووش قرية أو بلدية كبرهم كيمة البلدية في الجزائر عندهم الحق فيما عضوية مجلس الأمن غير دائمة كل 20 سنة تقريبا كمعدل يجي الدور للجزائر هكذا والمغرب والتونس والليبيا ومصر وأي بلد في هذا العالم فديرين منها حاجة ضخمة فيك كذيب تستمر سخافات تستمر يتلاعبوا بعقول الناس العالم الخارجي يقول لك هذا النظام يعني يكذب بلا حدود يقولوا انتصار وافتيكاك واش ما افتيكاك روتين ولكننا رجعوا لعشرين سنة فاتت نلقونا الجزائر كانت غضو في مرس الأمن هذا وقبل ربعين سنة كانت عوضوا مرة وقبل ستين سنة كانت عوضوا مرة فقلت كمعدل كل عشرين سنة يجي الدور تعمية وسبعة وتسعين دولة عاشر دول ينتخبون كل سنتين وكل سنة خمسة وبعدين السنة اللي بعدها خمسة وتكون عندهم دور تا سنتين اي عبث فورك مرايحين بالكذب هذا لا تستحون لا تتوقفون عن الكذب على الخداع على المكر طيب الأغلبية العظمى من شعب الجزائري تروحوا والله وتكونوا عضو دائم في مجلس الأمن مش عضو تا سنتين تا ديكور لا يعني شي لاني عارفكم مجموعة لصوص وقتلاء وذبحين ومخادعين ورديئين وفاشلين ويكفي أن تسقط شوية أنطار لكي تغرق البلد هذه آخر شي لو كنت تكونوا أنتم مثل ما راي الصين اليوم الشعب الجزائري يعرفكم أو أمريكا الشعب الجزائري يعرفكم أطفال صغار يعرفوكم أطفال صغار يلعنوكم كبار يلعنوكم أطفال صغار يلعنوكم حتى ويخرج شينغريحة يهنئ رئيس الجمهورية بانتخاب الجزائر في مجلس الأمن شينغريحة الذباح الذباح البويرة والأخضارية وغليزان وسدي بالعباس والمشرف العام على كثير من المجازر رغم كثير من المشرفين العام هو وجبار مهنة من كبار المشرفين على المجازر في التسعينات وطبعا آكلين الريع آكلين أموال الشعب الجزائري الآكلين في بطنهم نار تحت الجرائد وقنوات تنفخ الذباب والأدناب ينفخ الجزائر عضو في مجلس الأمن كنت ديتوا عضوية دائمة كنت وليتوا مثل الصين أو روسيا وعندكم عضوية دائمة ما يصراش هذا الشيء فما بالك أنه كلش كذب وأوهام تبيعون وتشترون الأوهام الشعب اللي اخرج في 22 فبراي 2019 كسر كل تلك الأوهام وراه ينتظر فقط في الفرصة التي تأتيه بش يتحمكم طحن نتمناه فقط وندعو دائما الشعب الجزائري أن يظل سلميا وأن حينما يلقي عليكم الأحرار القبض يحتفظ بكم في سجون حتى تحاكمون عند القضاء ربما البعض يراها وكأنها مبالغة لا 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 ربما كانوا كثير يرون أن 22 فبراير مبالغة يقول لك يوحي يخرج قال لك الشعب الجزائري ما يخرج ما يتحركش ولا يتحرك يا إلا أسا والرأو يحيى الآن قبل يومين كانت الأحال إشاعة تقول أنه قد هلك أين هو السلال؟ أين هو السعيد؟ أين هو الهامل؟ أين هو مناد نوبا؟ أين هو السجون؟ بالرغم أن ما زال شعب هزهم فقط فإذا بيهم حطوا نصف عصاباتهم في السجون يأتي يوم وتسقط هذه العصابات إنما السؤال هو متى؟ هذا فقط السؤال وليس هل يأتي أم لا هذا اليوم؟ بإذن الله